المطالبة بطرد الأجانب مظاهرة لليمين المتطرف فيه تنديدا بهجوم ألمانيا هذه النتائجة يعني دلوقتي لما بيحصل عملية اعتداء الناس بتتجر من وجود الناس اللي هم يقوموا بعمليات إجرامية على أراضي دي وإن كان بيتظلم معاها الإنسان اللي عايش هنا أو حابب يعيش في سلام يكون أسرة ويشتغل ويكون عنده سكن ويعيش في سلام وكمان هو يمكن بيشكر الدولة اللي هي حطات على سقف آمن نعم في سؤالك سؤالي بقى كيف يمكن محاربة مثل هذه الظواهر اللي بتطلع بتطالب ده هما بيطالبوا بايه ده بعايز ييرحل كمان الأجنبي اللي معاه جنسية طيب الفرق من الاتنين دلوقتي ده مجرم هل أنا دلوقتي أضحي بالمجرم أنه يمشي من هنا عشان أقدر أحس بالأمان في الدولة اللي أنا عايش فيها ولا أحتفظ به هنا وأكلمه عن حقوق الإنسان وفي المقابل تطلع مظاهرات ضد الناس اللي عايش هنا في أمان يا سيد الكريم مثل ما اتفعنا الحقوق شيء والقانون شيء آخر والتطرف شيء والتعبير عن الرأي شيء آخر ما فينا هدول المصطلحات كلنا نحطهم في بعضهم نخلطهم مع بعضهم اللي خرجوا مبارح اللي خرجوا مبارح حركة الهوية حركة متطرفة متشددة لا تختلف إلى حد ما لو أتيحت لها الفرصة عن تنظيم داعش الإرهابي والإخوان وغيرها وما إلى ذلك طيب فبالتالي فبالتالي عندما يخرج هؤلاء ويقولون يجب شو الشعر اللي رفعوا سيد الكريم شو قالوا العودة إلى الوطن هي حماية للوطن تخيل بها وبقول لك يعني أنه هذا الشعر هذا الشيء يقال دائما هي يقصد بترحيل اللاجئين ترحيل العافل المهاجرين بشكل كامل إخراجهم من هذا الولاد طبعا هذا كلام فاضي وكلام أشخاص هذول يحتاجون إلى إلى مشفى للأمراض العقلية بصراحة ولكن يا سيد الكريم عندما يخرج هذا الخطاب هذا خطاب خطر هذا خطاب خطير طب لماذا عندما يخرج أيضا خطاب مكافئ من جهات المهاجرين أيضا يكون متشدد تجاه الدولة تجاه الحكومة بسبب وجود هذا السقف العالي من التعبير عن الرأي يجب على المهاجرين أن يخرجوا فسيد الكريم هؤلاء الجماعات جماعات خطر خطيرة للغاية وتسلنر شو كان اسمه الأولاني سلنر هو رئيس الحركة السابق أيضا مدان مارتن سلنر كان أحد المتحدثين لا 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 هذا المتحدث عليه هذا في ألمانيا هذا شيء آخر مارتن سلنر القادر السابق لحركة الهوية أحد المتحدثين في اجتماع السري اليمين اضطر في بوستدام في ألمانيا في نوفمبر 23 ناقشوا الطرد الجماعي للأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة من ألمانيا بما فيها محملة الجنسية طبعا هذا كلام فاضي هذا كلام لمجموعة من المجانين والمختلين عقليا ولكن هذا خطاب خطير ويجب التصدي له ويجب أن يكون هناك مجتمع عقلاني يتعامل مع حالة المهاجرين يتعامل مع حالة العنف العنف يجب أن يتبرأ الجميع منه العنف لا يمثل لا جماعة ولا دين ولا قومية معينة ولا أي مجموعة إسنية كانت كل عنيف وكل مجرم هو يمثل نفسه ولا يمثل يعني يعني لا يمثل لا أحد لا سوري يعمل مشكلة ووسل السوريين كله لازم السوريين يتبرأوا من هذا الشخص وإذا مصري أو مغربي أو جزائري أو أي شيء أو مسيحي أو مسلم أو يهودي مهما كان يكون أو نمساوي قام بعمل ما ملكنا كل يوم والتاني بنسمع نمساوي من الصعب اللي بيومين أوص أتل مرته قتل مرته ثم قتل نفسه طب هاي مجريمة هنبنقول النمساويين مجرمين ما فينا نقول النمساويين معاقب نفس الرجل بغض النظر بغض النظر فالبسط أنه في تطرف في تشدد دائما يوجد أجه ليش في شرطة ليش في قانون ليش في قضاء ليش في محاكم حتى تتعامل مع كل حالة على حدة التجريم الجماعي لا يصح لا طبعا إلا إذا كانت مجموعة من الأشخاص تفكر خططت لذلك تفكر بشكل متشدد وتتبع أديولوجيا معينة مثل الإخوان مثل حماس مثل حزب الله مثل تنظيم الحشد الشعبي مثل حركة الهوية هؤلاء أو داعش وما إلى ذلك هؤلاء مجموعات خطرة فكل من يفكر بذلك طريقة أستطيع أن أجرمه